النهاردة حملة المرشح حازم عمر بتعلن انها سوف تكشف عن برنامجه الانتخابي شيء رائع ان انا ارى برامج انتخابية للمرشحين شيء رائع ان كل مرشح يقدم لي برنامجه هتعمل ايه في الملفات الاقتصادية زي الديون البطالة هتعمل ايه في التصنيع في الاستثمار عندك ملفات كتيرة جدا انت هتدرها في ايه ده اقتصاد بس وضع ايه سد النهضة فيه عندك كمرشح انتخابي كيف ستتناول هذا الملف الاحداث في غزة كيف ستتناول يعني رؤيتك ايه في السياسة الداخلية والخارجية هتعمل ايه في الحبس الاحتياطي هل هتفرج عن ناس ازاي ستعيد الزخم للحياة السياسية انا منتظر اقرى برنامج المرشح حازم عمر طالما قالوا احنا هنعمل برنامج طبعا ده شيء طيب واتمنى المرشحين الاربع بالكامل بما فيهم المرشح عفتاح السيسي يقدموننا برامج انتخابية لان احنا في انتخابات رئاسية اعلى منصب واعلى سلطة في البلاد قل لي هتعمل ايه في كل الملفات دي وانا ااجي اعود اقرى كناخب هذي الملفات او البرامج واقول والله المرشح ده عنده رؤية كويسة في الملف الفلاني ليه ما ادلوه الصوتي الملف الرئيسي والحاكم والاكسر اهمية عند الناخب هو الملف الاقتصادر يعني بص عشان نجيب من الاخر اللي هيزبط لي الليلة يخفض لي الاسعار يضيف لي كام شوية فلوس في جيبي ويشغل ابني ويحفظ لي على سعر الجنيه مقابل الدولار انا هديله صوت بقول الاقتصاد الاكل الشرب لما هتعمل لي رؤية زي كده بس رؤية ايه مفيش حاجة اسمها وسوف ابني عشرة مليون شاء مفيش حاجة اسمها سوف قول لي هتمول منين هتعمل ده ازاي توفير تلتمائة الف فرصة عمل كل عام ازاي يا بابا هتعمل ده ازاي لكن لما تيجي تقول لي انا هعمل مصانع كذا وكل مصنع هيشغل كذا ماشي ابدأ معاك لكن فكرة ان احنا هنطلق وعود ما نعارف انه كله هيبقى سوفة بس الاهم من سوفة ان انت تقول لي هتعمل ده ازاي